ككل مرة يقع فيها النظام المغربي في شر أعماله، يجد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال نفسه يرى بعين التشكيك والاشتباه لدى الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. ولأن صوت الحق دائما ما يعلو على الباطل، فقد صدحت الدول المشاركة في المؤتمر بحق الشعب السحراوي في تقرير مصيره، مشددة على ضرورة التعجيل بإنهاء آخر احتلال في القارة السمراء. حق أثبته ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمر بن جامع بالحجج القانونية والسياسية والتاريخية، مؤكدا أن النضال من أجل تحرر من الاستعمار قاسم مشترك بين الفلسطينيين والصحراويين. لقد أقسمنا بالفعل على أن الجزائر ستعمل بعزم على القيام بدورها المعروف والمعترف به كمتحدث باسم الشعوب المضطهدة ومن لا صوت لهم. جئنا إلى هنا إلى هذا المؤتمر الأممي بشأن إنهاء الاستعمار للمطالبة مرة أخرى بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وليكن واضحا أيضا أن الوفد الجزائري سيواصل العمل بلا كلل وبلا هوادة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الشهيد في تقرير المصير. هذا هو واجب وشرف الجزائر في إطار مجموعة الأمم المتحدة. وفي صفقة المحتلين لكسب تأييد أطروحة المخزن بشأن الصحراء الغربية بعيدا عن الأطر الأممية والقانونية اليقين على الخيانة التاريخية للشعب الفلسطيني. تصريحاته لا تنطبق على الشعب المغربي الشقيق الذي يستحق الاحترام، والذي يعترف له بأنه غير مسؤول عن تصرفات سلطاته. نذكر بالطعنة في ظهر الفلسطينيين المتمثلة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية. مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل جلادي الفلسطينيين إنها خيانة لقضية الشعب الفلسطيني سيمقتها التاريخ إلى الأبد. إلى أبعد من تطبيع العلاقات مع الكيان ذهب المخزن حيث أتبع جملة اتفاقياته معه بقمع أصوات ترتفع في المملكة مطالبة بطرد الاحتلال وإنهاء كل أشكال التعامل معه. ترجمة نانسي قنقر